صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تربعوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم أثرا طيبا حتى يلقوا الله عز وجل به وهو راض عنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه الصحابي الجليل يعني ضرب لنا أروع الأمثلة وكان له عمل عظيم خلد ذكراه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أنه جمع القرآن الكريم في مصحف واحد جمع القرآن في مصحف قام بهذا العمل الجليل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه ومات عثمان ولكن بقي أثره وبقي له ذلك العمل وأجره موصول إلى الله سبحانه وتعالى وموصول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب مع النبي في سفره ويجلس مع النبي في حضره كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ هل من أجل منصب ولا من أجل كرسي ولا من أجل دنيا؟ لا والله إنما كان من أجل أن يتلقى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام ليكتبها ويدويها ثم ينقلها إلينا وهكذا وصلت إلينا هذه الأحاديث عن طريق الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه مات أبو هريرة ولكن بقي له أثره الطيب وبقي له العمل الصالح العلم النافع الذي ينتفع الإنسان به فحقيقة أيها الأحبة الكرام لابد أن نعلم جميعا أن الإنسان يموت ولكن يبقى له عمله وأثره والعمل الصالح إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ترجمة نانسي قنقر